السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم ألف عافية إخوان يوم جديد وموضوع جديد والأمرات الجديدة طبعا إخوان نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد علي أبدو الصلاة والسلام اللهم صني وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد طبعا اليوم ما بعد الدور نطلع الحمام هاي الكلة المبركة أعطيتها حمام مرتب حمامناها وغبطنا أمورها ويام شاء الله عليها بتلعب على السطح كلها طلع وراء وقدام غير اللي فوقها عن رفصة طبعا إخوان اليوم إن شاء الله راح بإذن الله نأخذ جولة على السطح كامل مع برضو الزقات اللي جوة ونفرجيكم آخر المستجدات اللي صارت شو بحمام الزق طبعا أنا من الصبح مع الحمام قاعد معاهم حمامناهم زبطناهم ما شاء الله هم بالشمسات كيف هم بسطوا يا كلها بتهوج بره وبتلعبه طيب شوف هالسطح ما شاء الله منطة تمام الخبيل طبعا أنا إخوان مطلع كل شي يعني نطلع العروق العسكرية التقطيق كلها طلع وراء طلع طلع بترحل وبتفزفز بس أنا عشان كنت أعلّف كلها آآآ نسلت طلع كله بتنفرق طبعا البواز والشفار حدس بلا حرج ما شاء الله يعني أعداد أمنحة بالبوز والشفاق كلها بترحل وبتلعب طبعا الفراخ ما طلعتهم سواء الفوج الصغير أو الأكبر أو الفوج اللي إجاب النص هون هذول ما طلعناهم نسا آآ فترة المغارب إن شاء الله بطلع هاي الفراخ كلها وبتنكاش اليوم شوي نعطي آآ حق للحمام المبركة إنها تطلع وبتلعب لا بعد العصر إن شاء الله بحبسها كلها ونطلع شو الفراخ طبعا هون حيدبوا سطل العلف إذا دبوا سطل العلف اعتبر الوضع إيش مش رح تحبس الحمام هاي يعني أنا شوي ما أعطيها نص بطن بحيث إني أقدر أسيطر عليها إن شاء الله وآآ اللهم نصلي علي سيطر الحمام يعني تحبس ماسك سطل العلف شوان بنروح شوان بدقونكم كم شغل على كم طير بهاي المبركة طلع في عندك هذا الكشميري هذا الكشميري جبناه بواقل أربعة عساس أنه طيره كنت أزقه أول الموسم طبعا هاذ تطلع فحل وإن شاء الله السنة هي بركة دا الزنا دا الزنا إن شاء الله مع الحمام القوية انتم هاي واحد يحكي ملة جداد في عندكو برضو وأعتقد ما يقعد هاد هذا كان عالتحضين وعالزك برضو راح أدزو بإذن الله هذا من تعونا أخونا حمزة تعونا مادبة وفي عندك برضو من هاد تعونا مادبة مراس الأحمل بالزاوية هذول ما أعتقدش يعني يقعدو يا بقعدو يا ما بقعدو هذول كبار معيني زكيتهم ست سبع طون عندي جوا ومنطلحهم ومنشرهم ومورهم تمام فالسنة هي إن شاء الله راح ينتز أكمن وحدة برضو من هاي الحمام نجرب فيها يعني إذا قعد هاي قعد واستفدنا منه وإذا قعد برضو بكون ممتاز لأنه بكون مجر حيكون مجر للحمام ومنح وإذا ما قعد حيوفتح طريق للحمام من السوق أول الموسم وبتكون أمورها تمام أما بالنسبة للإبواز الإبواز اللي قدامكم راح ينتز منهم جزء وجزء الثاني راح نخليه للتقلات حسب يعني الصغير البوزي الصغير بالعمر ومخلف من دزو الأكبر عمرا مش راح يندزو في عندكم هذا هذا بوشاهم جاب لي إياه برضو هذا من المفرق بقول لي دزو أنا بشعب هذا كيف ديقوا هذا هذا طبعا إخوان بالعمر بجوز أكبر مني بس إنسى برضو راح يجرب في عشان ابوشاهم ميز علش مني قال لي خدوه وجرب لي إياه دزو قلت له ماشا سحبته عساس يطلع مع الحمار وفي عندكم برضو الشفار الشفار حيندز ثلث شفار أربع شفار حتى أربع شفار فيه الشفر الأزرق وشفرين بيض وشفر أسود والشفر الأسود هذا جاهزة ينغل بس طلعا من البروخ هلك و هلك هذا إخوان أهلي شفر زود بس يك طالع هذا حيندزل هو إيش أبو العاجقات اسمه هذا الشفر الأبيض هذا حيندزل لابس صفر وفي واحد لابس مرتقليات أخو راح يندز أربع شفر تلاقيه إذا مرش على الأرض أربع شفر برضو هذا راح يندز هاي هاي وراء المورق وراء حي هذا الشفر هذا برضو راح يندز إن شاء الله فيه عندكم الشفر الأزرق ها هذا برضو راح يندز إن شاء الله معهم وفي عندك الحمام اللي كانت قبل في عندك التكالجة التكالجة فيه عندي اتنين فيه عندي تكلجي أحلس وتكلجي أزرق الأحلس راحة يدزه الأزرق لا طيلا يا ما شاء الله الحمام كلها بر喝 بتشرط معه اليهوديات الحمر واحد هيندز واليهود الأسود حيندز برضو هذا العمري عدز هذا العبسي برضو عدز اللي منمر الأصفر هاد برضو راح يندز اندزو وهم وصل على سيدنا محمد هاد يشفي كانت كمان طوانا يعني جاعد بحثوا فيهم الباكستانيات صحيح في عندك هذا الباكستاني وفي الباكستاني التاني فيه اثنين باكستانيات شبه بعض هم هادوا راح يندزو كمان اللهم صلي على سيدنا محمد دورون هاد التكلجي الأزرق هاد مش راح يندز تكلجي الأحلس التاني هو اللي راح يندز طلع 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 شو بتعمل ارحمني هاد 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 منت عمادب هاد شو دي دزو هاد هاد شو بدي شو بدي قعد دروح هاد كان على التحضين طلعتو هاي التكلجي الأحلس هاد راح يندز البواز السود هاي واحد وفيه كمان واحد هاد هاليبواز السود بجاي ملطوم في وجهه في بوز اسود جاي نظامي برضو هاد راح ادزو اه يعني فيه كمية ما شاء الله طبعا الابواز انا ما قلت لكم بواز الابواز لمحبكات اللي زي هيك هادول تقريبا فيهم عشرة النمر النوريات هاد هذا عدوة السطح هاي البهوج هاد برضو راح يندز في عندكم النوري الأحمر برضو اللي هو بشي مبين أصلا وينو هاد فرخ السطح سيبك منه فيه نوري أحمر هاي اوي هاد برضو راح يندز اللي مزاه هو الأحمر هاداك سط وانو واخدت منه بطن برضو راح ادزو قاعد قاعد ما قاعد ما قاعدش هو آآ نفسيتو الحلوة هاي اليودة الأحمر هادا لعنا هندزو ان شاء الله طيب اخوان يعني هم عددهم راح افصلوه مشاء الله قدامه تشوفوهم بشكل كامل هيكون عددهم تقريبا نحكي اربعين خمسة واربعين واحدة آآ راح يتصفى منهم يعني اول ما انت تبلش الدز راح اصير اصفى منهم في اللي بيكسر بالحمام في اللي بنفع في اللي بنفعش في المخ وفاضي في كذا في اغلب حمام هاي تبركت ما لحقنا ندزها ندزها نجربها السنعي فاي السنة راح تتجرب فاي السنة راح تتجرب ان شاء الله فاحنا راح نشوف باذن الله ايش راح يصفى معانا وفي عندكم من هاي الفراخ اغلبها هاي كل اللي في حول راح تندز هاي واحد هاي اثنين ثلاثة اربعة خمسة تليفون برن وانا بصور هذول برضو راح نضيف عليهم فحيكون العدد ان شاء الله انه كويس طيب يا اخوان تقنى لغرفة الانتاج طبعا الكام برن علي يعني خمس مرات عطلته بيزي ما بش عارف ما فهم علي انه انا يعني مشغول او اشي هذا الفرخ فقط ملحاله بره فش غيره لحاله حاطه عشان من عديسي بأمراض خايف عليه حاطه بغرفة لحاله جواز اخوان رياحنا هاي الطيره هونده طويض حاطه بالزاوية بطل فيه انه وسع بالقنون ستعفك من جواز التحضين طيب خلينا ناخد جولي على الانتاج ونفرجيكم اخر مستجدات عندكم المطوق هذي اخوان اغضل كنا نكشو على المسوداء الجبناء فقس تحتهم فريق واحد ولا الحمد ما بدي ازعجهم بتاتا سكر عندك المطوق هاي الصفرة على الاحمر ما بارب شو فقس عندهم مني انه نفقس اتنين هذول المسود لسه هذول المسود البيروتيات كمان بعضو وطلع البيض وش مخصة بشلته عندك جواز التحضين هذول تحتهم رحاني ومزهوة طالع ومزهوة احمر مش عارب كيف بس ما بيت لها هسه شفته كل فكري انه اسود كده من جاء احمر انت هلو وفي اشي بطاكتك بوجو ايش بطاكتك يعمل سكسفوني زهور طالع طالع الريحانة ماشاء الله مساويد القراكتا برضو لسه ايوه هذول لسه 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 لها من شاء الله كشامل العبي هذول تحتيهم فرخين وبحضروا لبطن تحتيهم فرخين وبحضروا لبطن هذول برضو تحتيهم فرخ واحد مش عاد لشيك طالع مضروب فراسو هذو برضو بحضروا بطن في عندك هذول بعض وكسروا البيض لسه مش عاد لطيرة صغيرة المكتيف تحتيهم فرخين ولله الحمد ما بعرف كم فرخ طالع انتو لحالكو عندو هرامات الايس اللي كان بتحجوز التحضين الكبار ماتو الكبار ماتو هي في عندك اتنين صغار طبان اخوان هذول ما بعرف خلص منعتهم صفر اول ما يكسريش بيموت طيب في عندك هذول الجوز تحتيهم بيض تحضين منقلهم وتحتيهم شكل اصفر شكل اصفر اوية مش عالله قاعد يكبر برضو عندك الشكال الصفر هون تحتيهم فرخ والطيرة باطل هذا قلنا مكتير وسحف وطنظيف انا منوظف العليمين وهو نضار العشمال الزومبيات كسروا البيض العبيد السود هي الطيرة قاعدة ان شاء الله انتكون تجهز لبطن وامورها تكون ان شاء الله منيحة عندك هون البواز المحيارات زقيتهم هون مشيق تلاعي ونشوف خيرهم البولنديات اخوان البولنديات الزرق طيرة باضة تحتها بطين ان شاء الله يكون البيض مخصب المساويات لساتهم تحتهم فرخين طبعا ان شاء الله طلعين فرخين هيا فرجكيهم في واحد اجمل من التاني في واحد بسم الله اجمل من التاني اجمل هات نشوف يلا طبعا مبين يا اخواني بدون ما بدون ما طبعا هاي كلهم بطلعوا شميانا بطلعوا يانا بطلعوا مسود نظامي عادي هاي كان تارا بس هاي بطلعوا عندهم سوار كمان انتاج راهيم هاي الطالة مسود هذول طبعا يا اخوان بسم الله بسم الله اخوهم برا بطير بالصلاة عن النبي وشفتوا مطاروا مخهم حلو وحتى الفحل هذا الفحل كشيتوا عندي هذا بطير عندي وامورهم تمام في عندك هون البناديج بيضهم مسكتوا حضنتوا تحتيهم فريق هذول بطلعوا فريق فريق بطلعوا فحل فحل ها برضو ابن البناديج ابا ابا مش قادر وكف يا حرام طبعا برمي زرزور وبرمي اسود تعال هتوقع هتوقع تعال تعال والله هتوقع تعال 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 تعقلناك وسخ انت بدل تنضيف انت وهاليك واندك الرياحني الزرق تحتيهم فرق واحد تحتيهم فرق واحد طلع الطيرة لما جبناها كانت مش كاسي رقبتها كسات رقبتها حلوة وهذا ابنهم وابنهم اللي برا بطير برضو نفس الشي الحمام برا يا اخوان كسرت السطح الكشاك الصفر تحتيهم فرخين عوجة فاطم خلص يعني تقريبا شباب مفطمات وبرضو تحتيهم بيت هذول عرضناهم للبيع الحمد لله ما حدا صار بدو يهم بطى حدو ربي كشاك في عندك جوز المطويق الحمر برضو فقسوا يعني هذول المطويق ان شاء الله فقسوا والسود هم فقسوا والاحمر والاصفر هم فقس تمام هذول كل هم فقسوا يعني نفسي اليوم والزرق على وشك انهم يفقسوا هذول الجوز اخوان بتغيرهم لانه خلص منعتهم عدم بطلع الفرخ تاحهم اول مرة ما بسجل تاريخ على بيض مو بعرف ليش بس هو كمان البيض من الشكل وقرب لزه النيس تمام البواز الحمر تحتيهم فرخ واحد اه البندوق البندوق على الكشميرية هنا البندوق الكشميري الطويل على البندوقة اه بيض محضنته هون هذول تحتيهم فرخين الهم هرمات الايس برضو نفس الشي تحتيهم بيض الهم هذول جوز تحضين هذول جوز تحضين تحتيهم تحتيهم مزهور اسود ومطوق شوف عليه هذول الحلو بجوز التحضين اخوان برخت واي بيض فاحنا انا حاطط لهم بيضة مو شرق جالي تمام نعمل زي هيك نعمل زي هيك بس اشان شوف ها الطرد تخض البيض اللي نعمل زي هيك ومنحط بيض البلنديات اذا كان مخصب لسه ما بعرف اذا مخصب ولا لا هي باضط التلاتة عشرة ومنسكر هيك منسكر سكر هيك نكمل في عندك المزاهير السودة هذول تحتيهم بيض هذول المزاهير تحتيهم فرخين في عندك السكسفونيات اه جوزت هذول بحضنوا تحتيهم فرخين بسم الله هذول برضو اخوان الفوج هذا كله حبيعي فوج للفراخ هذول السكاسنا حبيعهم طبعا هذول عشرة مسكر يعني هذول بتصلى على النبي عشرة مسكر بفيك زرزور اخوان عالميات سرويلي خشنة هذول لسه ما مفطم الفرخ يعني قليل اه ضيلوا قليل وقت وبنفطم ان شاء الله هاي السكاسنا هذول زي قلت لكم هذول الفوج كله راح ابيعه ربطل عندي مجال عالسطح زي نقول لكم المزاهير تحتيهم فرخين هون البواس تحتيهم برضو اه بوزين هذا طالع برضو اكتش لسه وجه بلم هذا ابنهم هذا لسه اخوان وجه وجه بضب بضب كمان صار بش مفطوم اما يا سلام جوز التحضين شوف لي شو تحته طيب مبلش بحبة حبة يخوان هذا الصلاة على سيدنا محمد هذا مش فرخي هذا جبته من برة هذا عبارة عن فرخ عملاق اقول لك شغلة بدا نزلك هذا الفحل جنبه علي ما علي ما شاء الله اطول منه هذا لسه بش مفطوم هذا الرحاني اسطورة هذا اسطورة هيطلع اخوان دفنة عين راس خشن بالصلاة على سيدنا محمد رحاني ان شاء الله يا رب يطلع عندنا ويكمل هذا على الاول طيب هذول جوز التحضين لسه 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 فيهم تحتيهم اشياء حلوة طيب تحتيهم برضو بندوق اسود بندوق اسود بسبح للي خلقه طلع الجفن طلع اللون اسمع اللون ما ما انتجت انا انا بصراحة لون اسود زي هيك ما انتجت طبعا يا اخوان اذول البيضة الاولى البيضة الاولى فحول يعني ان شاء الله ما انتجت زيك خلصنا لا والله السماء خلصنا جوز تحضين بالصلاة على سيدنا محمد هذا حقه شواء المصاري الجوز اللي بقون بهاي الفراخ صلوا على النبي واذكروا الله يا اخوان ها برضو كشميرة طويل ابنهم برضو ابنهم خلصنا لا ما خلصنا او سوار انت فاتح خشي ولا فاتح قن بالطول منه قاعد لا والله يا اخوان فاتح قن بس ما شاء الله بيحضنوا الجوز هيا اخوان اه طبعا اخوان اه نحب نقولكو اه هذا الجوز التحضين اذا بدك تشتري من تحتيه فوج كامل يعني عالي بتشتري فوج كامل مفتوم هذول اخوان كلهم وجه فاطم كلهم كلهم وجه فاطم بس تبارك الرحمن حكاية حكاية ورواية هذول هذول حرام اطلع عنهم هذول جوز ما اطلع عنهم بصراحة ما بيهم خليهم بصراحة عندي حرام ينطلع عنهم اصلا طبعا الجوز موجود يعني بس اهالي الرحاني و اهالي هذول موجودين لهم التحضين نفسهم طيب خليهم برا منرجع السيكي 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 حطته هنا قلته عتبت خيري ان شاء الله ينتقل اه تكون اموره تمام السكاس نفرجناكو يوم ايوم طيب هاتنطلع هيك هاتب بسم الله هاتنطلع هيكو الافراخ كلها اللي هي على وجه فاطم هاي السكاس نهون هاي بتاع نقسل لون السوادي اخوان السواد الله ما شاء الله الفرخ طلع طلع الفرخين الكشاكشي جينا نبيعهم صار يتعززوا الناس عليهم زمنون ان تكيب هاللون وهالجمال طب هاضي اخوان بفكة مزهورات وانت شفتوا اللي بتابعني بالقناة اه شاف خلينا شوي اسمع بدليم الكو الافراخ وصورهم صلي على رسول الله طلع 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 نزلهم نزلهم الهلس ولا تنزلش طلع 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 مخ اخوان والله مخ بيحبسوا العالم قالي ولله مخ سوف علي طيب هناك اخوان هذا الفرج اللي طلع هذا البجص اطلع عنه لا يخلق انها استطاع عندك كشكي بلذا الوصف عندك شكل اصفر استثنو استثنو عندك مزهور عندك جوز مساويد وراء عندك بندوق بندوقين ثلاث ثلاثة كشامر عبي بندوق طويل فهم علي كيف دول اللي مع بعه طبعا المسود طلع هذا الفحل هذا الكشمير الفحل عشر مسكر جاي أبو الكشامر هذول هذا الفحل المسود أبو المسويد اللي كنت أكشف عندي هذا إخوان بطير عندي المسود هذا المسود بطير عندي هذا الأب طبعا للأمانة الأم أجمل الأم شو بيضة طب حكي هاي الأم هاي سلام كل أطافرها وسخ بطرطك بطرطك هاي هاي الأهالي هدول الفراخ كسر السطح برا كسر السطح الحمان ايش فيه ايش فيه يا حبيبي شو اللي فوق كشمير طرع كسر الدنيا ما شاء الله ما شاء الله عليك طبعا هدول الفراخ اللي طلعات ولسه فيه كمان جما حكنا لكم اللي فقس جديد وفيه اللي صغير يعني فيه عندك بوز هون آه صحيح يا أخوان طب حكوا حكوا فيه كمان سينا نطلعهم الله فيه كمان باشاء الله الله فيه كمان باشاء الله الله هالبوز نستغرب نستغرب فيه بوز أحمر بس ماهو خلع ولادي بس بقتل شعلي برجع بلم معاني ربطة ووز صغير بس ما اضبط الهلس طبعا كيف رجله جاي جاي على اليمين بوز أحمر كمان يعني كان لازم يكون معاهم هرمات آيس كمان نفس العمر بس للاسف ماتوا في عندك هون لسه جوز هرمات فيما كتيف في هون شكل أصفر في هون برضو لسه صغير رحاني في عندك برضو هون مزهير في عندك هون سكسفونيات في عندك برضو هون مطويق زرق صغار في عندك مطويق حمر صغار في عندك بواز صغار في عندك هرمات لسه ما فقسوا في عندك برضو سكاسنة وفي عندك برضو جوزة دول مزهير صعيح هون سيف صويلكوا ياهم تحتيهم فرخ والبيضة التانية خربانية امشي لها تحتيهم فرخ يعني لسه كمان فيه كمان فوش طالع والله الحمد للإنتاج زي ما تسايفين موفقين فيه طبعا اخوان هذول كلهم أعطيتهم مطعم هولندي هاي المرة خلاص قلت لازم أطعم الفراخ هاي الفراخ بدأ جرب أعطيتهم مطعوم هولندي كل هاي الفراخ اطعمت ان شاء الله انه على المطعوم ما يسير أمراض فيها مصدر خصت بالمطعوم جبت مطعوم جدا غالي كويس وثقة وعطيتهم المطعوم وان شاء الله نشوف على وجههم الخير طيب هيك يا اخوان نكون وصلنا هات حلقتنا اليوم ان شاء الله حلقتنا عجبتكم ونشوفكم على خير يعطيكم ألف ألف عافية السلام عليكم شكرا اشتركوا في القناة